بسم الله الرحمن الرحيم اعضاء مدونة مايكروتك العرب اهلا بكم هنشرح النهاردة بازن الله ازاي تحول روتر شركة لينك اللي بيض التيب لينك اللي هو مكتوب عليه تي دي تمانية خمسة اربعة دابليو ازاي نحوله اكسس بوينت بس في الشبكة ازاي ان انا عايز عامله يبقى روتر يبقى جهاز اكسس لسلكي جوا الشبكة من غير اي مشاكل تماما شباب طبعا بتطلب مية اتنين وتسعمية تمانية ستين واحد واحد ده اي بي الراوتر بعد ما بتشبيكه في جهاز الكمبيوتر بتاعك وكروتي اللان بتفتح كده من من جنب السماعة تبص كده هو سحب كام فانت بتلاقي طبعا هو ده ده اللي انت هتلاقيه عندك اللي هو النتورك تضغط عليه ضغطة كده وتقول له اي ديتلز هتلاقيه سحب مية وتسعمية تمانية ستين واحد واحد ده اللي هو الجيتوي تمام طبعا بكتبه هنا بافتح المتصفح اهو عشان يبقى من البداية وبكتب في المتصفح مية اتنين وتسعمية تمانية ستين واحد واحد واضغط انتر بيطلع لي الشكل ده كده مش هنشتغل من هنا اي حاجة هنخش من على الجوتو ادفانسد تماما شباب اول حاجة هنعملها علشان نحوله وايرلس هنقفل الاوتوماتيك اللي فيه لان انت لو هتشغل وايرلس يبقى انت اكيد شابك فيه روتر انت اكيد شابك فيه روتر والراوتر بتاعك بيطلع ايبهات اوتوماتيك يعني هو برمي الايبهات لوحيدها فلو الراوتر بتاعك بيرمي ويدا بيرمي مش هتعرف تشتغل لان هتعمل افلة فهنروح على السيت اوب ونروح على اللان شايفين جينا على السيت اوب وجينا على اللان جينا على الدي اتش بي وروحنا جايين هنا دي اتش بي سيرفر هنقول له نان اقفل اقفل الاوتوماتيك خالص لان انا هاخد من الراوتر بتاعي وهقول له ابلاي تمام بعد ما قلت له ابلاي هروح على اللان ونغير الاي بي بتاعه لان انت اكيد الروتر الجديد بتاعك اي بي هو واحد دوت واحد خلي ده مثلا واحد دوت مية مثلا تمام واقول له ابلاي تشينج هيقول لي طيب اضغط على ده علشان ابدأ اعمل الكونفجراشن هقول له تمام اوكي تمام يا شباب بكده الصفحة هتختفي معطش هتعرف تشتغل لان معدش في اي بي هات في كارت اللان هو كان بيرمي اي بي اوتوماتيك وانا قلت له لا اوقف فطبعا هفتح كارت اللان بتاعي هضغط على دي ضغطة كده واجه على البوربيرتوس بعدين اجي على الاي بي فيرجان اربعة اللي مكتوبة قدامي دي واجي هنا يوز فولونج اي بي ادرس اعلم عليها في الدايرة دي وهكتب هنا مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد دوت اي رقم دوت اي رقم تمام علشان انا هطلب الاي بي انا عملته احنا عملنا هنا واحد دوت مية مزبوط واحد دوت مية تمام ابتدى يفتح لي الراوتر تاني اخش على جوتو ادفانس دي تاني بيطلب يوزر نيمو باسورد هقول له ادمن والباسورد ادمن يبقى اول مرحلة ان احنا قفلنا الاوتوماتيك اللي طالع من الراوتر علشان اعمله كسويتش لسلكي وبعدين اروح على السيت اوب تاني اروح على الوائرلس لان اللي انتو شايفينها دي اشيل علامة الديسابل اللي قدام الوائرلس لان وهنا هنشتغل خليك على المود الاكبر لان انت كده كده اكده هتغزي في الشقة بس تمام والمود شغال على الاكسس على الاكسس بوينت اللي هو الاي بي الاس اس اي دي بيقول لك دخل الاس ما انا هقول له مثلا شادي اا واي فاي وممكن اكتب رقم موبايلي لو انا حابب تمام اللي تشانل وتس في لابات ومبيلات ما بيشوفوش الاربعين يعني خليها على الاربعين تقريبا يعني سيبها على الاربعين بعد ما نعمل ابلاي لو اللاب او الموبايل ما شافش الاربعين هنجي نخليها ايه عشرين يا شباب او خليها عشرين على الاربعين علشان هو ياخد اي واحدة من دول يشتغل خليها عشرين على الاربعين شان ياخد اي واحدة من دول يشتغل. تمام كده يا شباب. تاني حاجة. هنشتغل على سيبها على القبر. مش مشكلة. القبر لو عمل مشكلة خليها على اللور. بس سيبها على القبر. تمام? وبعدين هنيجي على اختار القناة علشان ما يروحش القناة ما ما يشوفهاش لاب او موبايل. يعني مثلا القناة سبعة. مثلا. تمام? راديو باور سيبه على اقوى حاجة. وبعدين قول له تمام? بيقول لك طب انتظر بقى. علشان احنا بنعمل الكونفجريشن اللي انت قلت عليه. تمام? عايزين نعمل سيكيورتي وعايزين في حاجات كده معينة هنشوفها. علشان ازاي نشغل الروتر كاكسس بوينت جوه الشبكة. تمام? خلاص احنا كده خلصنا الكونفجريشن هنا. الماي اس اس اي دي. على فكرة تقدر تعمل تلات اسامي. واخد بالك يعني لو انت معاك مثلا لو عايز اخوك. اخوك يعمل لنفسه وايرلس. وانت تعمل لنفسك وايرلس. ووالدك. ووالدتك مثلا كل واحد له وايرلس باسمه يربط عليه. ولو بسورد يحط اللي هو عايزه عليه. تمام? يعني مثلا انا هسمي ده محمد. مهم ده. تمام? البرودكاست اس اس اي دي هينشر الاسم ولا لاا هقوله اه انشر الاسم. تمام? ريلي بلوكينج. هنسبها إسم pedestrians تمام? اه انت عايز تحط له باسورد بقى. هتعمله اوبين سيستيم يعني يخش يشتغل على طول من غير باسورد او اشريت كاي. هنقوله شريت كي. تمام? هنعمل هنعمل شريت كي هنعمل باسورد لمحمد ده خص بيه. يقرأ اسمه هو هيجي يفتح الويرلس بتاعه في اللاب او في الموبايل يقرأ اسمه يخش يحط الويرلس الخاص بيه تمام? وهنا احمد مسلا انا بعمل اكتر من اسم تقدر تشتغل عليه وهنقوله برضو شريت كي وهنا سعد وبعدين هنا شريت كي تمام وهنا حاتم مسلا انت بتكتب شوف انت معاك كم واحد في البيت مسلا وعايز لكل واحد شغلانة عايز لكل واحد حاجة هنقوله ايه شريت كي وهقوله قبلية شانج هيقولك طيب انتظر بقى انت كده عملت ايه اربع اسامي غير الاسم الرئيسي بتاعك هقوله طيب تمام? بعدين هنروح على السيكورتي بصوا بقى شباب هنروح على السيكورتي بيقولك في الرئيسي انت مش عامل سيكورتي لا هقوله في الرئيسي بتاعنا اعمل سيكورتي وخليه اقصى حاجة تقدر تشتغل عليها ال MPE2 مكسد تمام? وهنقوله كده ايه? شغلني على ده طيب اشتغل على ايه? اشتغل على الماشي اشتغل على الهيكس اشتغل على الهيكس وبيقولك حطيلي هنا تمن او تسع ارقام هتشتغل عليهم تمام? بلاش الهيكس خلينا شغالين على ده ونكتب مثلا تسع ارقام او حروف زي ما انت عايز فانا هعملها مثلا من تسعة لاتنين طبعا بيقولك ضعيف لو زودت حرف هيبقى ميديم لو زودت كمان حرف كابتل او لو زودت حرف كابتل هيقولك كده ايه? كويس تمام يا شباب? فانت نقل اللي انت عايز تعمله فاحنا بس ايه? مؤقتا بنعمل من تسعة الواحد تمام? وهقول له ابلاي طيب بقيت الناس اللي احنا عملناهم بقيت الناس اللي احنا عملناهم موجودة على ال VBA0 وموجودة على ال VBA1 واتنين وثلاثة كل اللي مطلوب منك تخش على كل واحد وتختار كلمة السر اللي انت عايز تعملها له وتقول له ابلاي وتخش على التاني تختار كلمة السر برضو اللي انت عايز تعملها له وهكذا يبقى احنا عملنا للاسامة كلها ايه? تمام? هنخش على الادفانسد. طبعا احنا شغالين على ايه? على الشريط كي. فخلاص سبها كده وقول له ابلاي. تمام. وبعد كده لازم نقفل الدابليو بي اس. اقفل الدابليو بي اس. عمل لها كده هو. وقول له ابلاي تشينج. تمام? قل له ابلاي تشينج. لازم تقفل الدابليو بي اس لان اي حد ممكن يربط عن طريق الدابليو بي اس بكل سهولة. تمام يا شباب? ده كده خلاص طيب. فيه ناس كتير قوي بقى بتواجه مشكلة جامدة قوي في الراوتر ده لما بتحطه عند عميل. زي اصحاب الشبكات مثلا. بيحطه عند عميل بيعمل افلة. الراوتر بيعمل افلة وما تقدرش تبنج على الاكسزات بتاعتك. وممكن السيرفر مايفتحش. كل العملية ان انت هتروح على فايروول وتروح على اي سي ال اي سي ال ده ها. وتقول له لان اي سي ال سويتش لازم تعمل لها انيبل. لان اي سي ال سويتش لازم تعمل لها انيبل. تمام يا شباب? بيقول لك طب انا هعمل انيبل لكام? احنا كده كده هو اهو واحد دوت مية. تمام? هنقول له من واحد من واحد دوت مية اهو. هنشيل بس الايه ده. اهو شباب. هقول له من واحد دوت مية لواحد دوت مية. بس انا هقول له اعمل اه 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 اسمح لي بالسويتشنج واقول له ابلاي. هيقول لي ما استنيد لازلست اه. ماشي. ابدأ من واحد وانتهي عند مية. ابلاي. تمام يا شباب? يبقى انت كان لازم تعمل ايه? اللي احنا قلنا عليه ده? اهو. مية اتنين وتسعين. مية اتنين وتسعين. واحد دوت مية. تمام? واقول له ابلاي. لحزة. بصوا شباب هتيجوا على اللان اس اي ال سويتش. وتعلم على انيبل وتعمل اد. تعمل اد. تمام? انا طبعا عملته هنا خلاص. فانا زي ما قلت لك هتاجي هنا وسيبها صفار. علشان هو هياخد كده اي اي بي. هتعلم هنا بس وتقول له اد. اللان اضاف معي في اللايحة تحت. في البتاع اللي تحت ده. كده خلاص. كده اشتغل كويس جدا. وايرلس. يقدر اشتغل كويس او ما يعمل لكش افلة. وتقدر تخش على الايه? الاكسيزاب بتاعتك كلها. تمام يا شباب? كده الموضوع بقى ايه? سهل اوي يشتغل معاك. وما يعمل لكش اي افلة. وطبعا بتروح تعمل باسورد للراوتر. عشان ما عادش حد يخش عليه. وانت في عندك هنا يوزر وفي عندك روت. تقدر تغير داو دا. اليوزر نيم. ااا ادمن. اهو. ادمن. والاااا ال اولد باسورد. الاولد باسورد طبعا كان ادمن وبتكتب الباسورد الجديد بتاعك. وبرضه في الروت بتكتب الادمن واليوزر والباسورد بتاعتك وتقوله ايه? ايه? اد. وبعدين بتقفله. علشان ما حدش ايه يخشي لك خالص هنا. تمام يا شباب? دا ازاي كنت تعمله ازاي تعمل الجهاز ويرلس. انا الوقت لو فتحت الموبايل عشان اقرأ شبكات الوايرلس. ونشوفه كده. هشوف هيظهر لي بكم اسم. يا ظهر لي بكتير قوي. يظهر لي بلينك شادي واي فاي واحمد وحاتم ومحمد وساعد. كل الاسامي اللي انا عملتها تمام. تمام يا شباب? ومتأمنين زي ما انت عامل عليهم بصوردات زي ما انت عايز. تمام? بكده الاكسس بوينت بقى الراوتر اتحول لاكسس بوينت جوا الشبكة من غير اي قفلات معاك. شكرا ليكم والسلام عليكم.